عودة لعشرة الصبحة في الأهلي أهلا بيكم من جديد طبعا الصحة هي تاج على رؤوس الأصحاء وأكيد كلنا يهمين أننا نعيش حياتنا بشكل صحي وبصحة جيدة وما نكونش بنشتكي لا من أي عرض ولا من أي مرض خلونا في الفقرة دي وهي فقرتنا الطبية طبعا نتكلم عن حاجة بقينا نسمع عنها كتير وبقينا بنسمع شكاوى منها كتير في كتير من البيوت المصرية واحدة بقت من أشهر ألام العزام هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن خشونة المفاصل عبارة عن إيه خشونة المفاصل بتيجي نتيجة إيه طب نعالجها إزاي ونقي نفسنا منها إزاي كل دي أسئلة حنترحها على ضيفي اللي بنوارني في حلقتنا النهاردة الدكتور باهر السعيد المستشار الطبي لشركة تاكس فارما يا صباح الخيرات على حضرتك وأهلا بيكم صباح الفلس كريم أهلا بي أخبر حضرتك إيه كله تمام الحمد لله وشكر أكيد حضرتك بتسمع الشكوى دي بصفة مستمرة في الفترة الأخيرة لو بقت برضو من الحاجات الملفتة للأنظار إن حتى شباب صغيرين في السن بيشتكوا من خشونة المفاصل وخشونة العظام طبعا بقت حاجة منتشرة جدا بسبب عدات صحية غلط كتير بنعملها بسبب عدم الاهتمام بالتغذية السليمة عدم الاهتمام إن إحنا ناخد كفايتنا من المعادن من الفيتامينات اللي ممكن تحافظ على صحة العظام بتاعتنا وبرضو كمان الوزن الزايد اللي بيعاني منه ناس كتير مش شرط الكبار في السن لا وفيه شباب بتلاقي وزنهم أوفردوز وأطفال كمان طبعا طبيعي أي حاجة بتعمل ضغط على الرجبة سواء ممارسة غلط للرياضة مثلا ممارسة أي نشاط يومي بيعمل حمل على الرجبة طبيعا بيعمل لنا مشاكل التهابات في الرجبة للصغيرين وخشونة لما بنكبر في السن يعني هما الاتنين واحد المسمى بس بيختلف تبقى للفئة العمرية يعني الفهابات هي الخشونة آه كلمة خشونة يعني إن حصل زي تآكل في المفصل ده بيحصل مع مرور الزمن انت شفت المفصلات بتاع الببان كده لما بتصدي هي نفس الكلام بيحصل إن زي تآكل تآكل ده أكيد بيحصل غالبا مع تقدم السن إنما التهابات وآلام الرجبة بتحصل من بداية من السن الصغير بس في الآخر هم علاجهم واحد أو الوقاية منهم واحد أول خطوة في الوقاية هو إنك تعمل الحاجة اللي تمنع الضغط على الرجبة رقم واحد أكيد لو وزنك زايد لازم تخس طب طب لو تقلل الحمد آه تقلل الحمد لو بتعمل رياضة مثلا بتسبب ضغط جامد على الرجبة وإنت قريدي بقى عندك مشاكل في الرجبة لا لازم تخف من الرياضة دي طب لازم تريح الرجبة بتاعتك قبل ما تفكر تاخد أي حاجة وطبعا وقائيا فيه أكيد مكملات غذائية بتدينا وقاية من خشونة الرجبة فيه مكملات غذائية بتدينا العناصر اللي بتضمن قوة العظام تمنع شاشة العظام تخليك أكثر تخلي عظامك أقل أقل عرضة من الكسور من من الإصابات اللي ممكن تعيقك عن شغلك يعني أنت لو رياضي وجالك إصابة في الرجبة أكيد بتعطلك عن شغلك بتعطلك برضو لو حضرتك شغلك بيحتم عليك المشي فترات طويلة مجرد بس الإحساس ببداية التهابات في الرجبة تحاول تتصرف وتاخد حاجات تمنع أو حاجات تديك وقاية من مشاكل الرجبة عشان تعرف تحرك فيه ناس ساعات بتشوف حاجات أو بتاخد بالها من وجود حاجات بس ما بتقفش عندها ترقاعة في الرجبة تقطاعة في المفاصل النوع ده من الأمور دي مؤشرات هي دي المؤشرات جاي تطلع السلم حاس بألم في رجبتك وانطلع تسلم وانت جاي تنام بالليل ألم في رجبتك غير محتمل مش قادر تنام من الألم بتاع الرجبة صوت الترقاعة والفرقاعة مش عارف تصلي من ألم رجبتك كل الكلام ده بيديك مؤشرات فعشان كده بنقول للوقاية من مشاكل الرجبة أول ما الأعراض دي تظهر عندك ممكن تاخد مكمل غذائي بيحتوي على الحاجات اللي بتنشط إنتاج الكلاجين في الرجبة فتدي مرونة للرجبة زي إيه يا بارك تنصح بإيه في حاجة مصرية خالص سعرها كويس جدا حاجة اسمها جوينت بيكس الجوينت بيكس ده تركيبته خماسية بيدي وقاية من مشاكل الرجبة وبيوساعد كمان في العلاج في الحالات اللي قريدي عندها خشونا الجوينت بيكس فيه قوة خماسية من الجلوكوزامين والكوندروتين والهيلورونيك التلات عناصر دول بيبنوا الكلاجين بتاع الرجبة اللي بيسمح بمرونة الرجبة اللي بيخلي الرجبة مرنة مفيش فيها صوت الطرقعة والفرقعة دي وبرضه كمان في حاجتين جمال جدا أي حد عنده مشكلة في الرجبة بتلاقي دايما أن رجبة ورمة أو فيها حمرار أو شكلها متشوه من الورم ده فإحنا بنحتاج حاجة تقلل الورم ده الجوينت بيكس فيه حاجة طبيعية بتقلل الورم هي خلاصة الأناناس حاجة اسمها البرومالين من مستخلص الأناناس البرومالين ده من أفضل الحاجات على الإطلاق اللي بتقلل التورم بتاع أي تورم في الجسم وخاصة تورم الرجبة فالبرومالين اللي موجود في الجوينت بيكس هيخفف التورم ده بالإضافة كمان أن الجوينت بيكس فيه مسكن طبيعي للألم دايما الناس بتخافهم المسكنات بتقلق من المسكنات عشان الكلة عشان الكبد عشان المعدة هو فيه خلاصة الجنجر الجنجر من اللي هو بيجي من الزنجبيل الجنجر يعتبر مسكن طبيعي للألم يعني يعتبر بديل طبيعي للمسكنات ما يأثرش على جدار المعدة ولا أيها بالعكس على فكرة الجنجر لو يرينا عنه حنلاقيه بيقلل أصلا الإحساس بالقيء والإحساس بالغسيان ومقاوم طبيعي لجرسومة المعدة ده الجنجر فالجنجر حاجة حلوة جدا فوجود الجنجر في التركيبة دي مع وجود البرومالين اللي بيقلل التورم مع التركيبة بتاعة الكندورتين والجلوكوزامين والهيلرونيك الحاجات دي كلها بتخليه منتج مثالي للوقاية من خشونة الرجبة عشان الرجبة تتحرك بسلاسة وبمرونة وفي نفس الوقت حاجة بتقلل التورم تقلل الألم كل دي حاجات طبيعية فحيساعد على الوقاية وفي نفس الوقت كمان المساعدة في العلاج من الخشونة الجوينت بيكس بتاخد قرصين يوميا بعد الغداء لمدة 3 شهور على الأقل بيجيب نتائج كويسة جدا وبرضو بننوه دايما نحن بننصح الناس دايما انه يعتمدوا برضو على نوع كالسيوم كويس عشان يعني بناء عظام قوية محتاج كمان كالسيوم كويس محتاج فيتامين دال كويس فبقية الأشقاء بتاع الكورس ده في حاجة اسمها CDZ-Bix ده عبارة عن نوع كالسيوم CDZ-Bix مستو انه نوع كالسيوم كالسيوم ستريت فيه أنواع كالسيوم كتير في السوق النوع الكالسيوم اللي موجود هنا اسمه كالسيوم ستريت الكالسيوم ستريت ده نوع كالسيوم مميز انه بيعملش تقلصات بيعملش إمساك فيه ناس كتير بتشتكي انه لو بياخدوا كالسيوم بيجي لهم إمساك بيجي لهم بيها يجي لهم القولون إنما السيديزيت بيكس ده عشان كالسيام ستريت خفيف خالص على المعدة امتصاصه عالي جدا حتى الأطباء الجهاز الهضمي كمان بيحبوه للكبار السن بيبقى حلو للكبار السن ومرضة الكلا والكبد والناس دي بيبقى كويس جدا ليهم لأنه النوع ده بالذات هو المستحب لأصحاب الأمراض المزمنة المستحب كمان للناس اللي عندهم مشاكل في المعدة وبقية الحاجة اللي هو الفيدي بيكس بقى اللي هو فيتاميندال تركيز ألفين وحدة دولية ده تركيز فيتاميندال الفيدي بيكس فيتاميندال ده عبارة عن فيتاميندال تركيز ألفين وحدة مناسب إن احنا ناخده حتى من غير تحليل بيديك الاحتياج اليومي بتاعك لأنه زي ما احنا عارفين كالسيام عايز فيتاميندال عشان يسبته في الجسم جرعة السيديزيت بيكس اللي هو الكالسيام بيتاخد بعد الفطار الفيدي بيكس بيتاخد بعد العشاء لأن فيتامين دال من الحاجات اللي بتحسن جودة النوم كمان فلو تاخد بالليل هيحسن جودة النوم بتاعنا غير أنه هو مفيد للعظام كمان مفيد لزيادة المناعة فالكرس ده أعتقد أنه هو حاجة بتساعد على الوقاية من مشاكل الرجبة وفي نفس الوقت بتساعد في حالات العلاق كمان أكيد مع الأدوية اللي الطبيب كاتبها بس ممكن حالات العلاق دي توصل لنسبة الشفاء المرجوة اللي هي 100% ولا وانسى حصلت أو وصلنا بالفعل لمرحلة الخشونة فأقصى نجاح ممكن نحققه إن احنا نقلله بس ما نرغوهوش تماما احنا نفرق بقى بين اتنين يعني أنا مثلا لو عندي لسه بداية الأعراض وأخدنا حاجات زي كده زي المكملات الغذائية دي أكيد بإذن الله يعني مش هتوصل للحالات المتأخرة طيب الحالات المتأخرة اللي هي بتاعة خلاص الدكتور بيقول لازم تغيير مفصل هل أعتقد أكيد يعني ما فيش من العلاج ده ما هيبقاش بديل العملية تغيير مفصل بس الحكاية كلها أن فيه ناس ما عندهاش المقدر أن هتعمل العملية دي أو بتخاف من العمليات فعايزين حاجة تمشيهم الحاجات دي بتساعد على الوقاية وفي نفس الوقت بتساعد على العلاج أكيد مع العلاج اللي الطبيب كاتبه ممكن الدكتور يكتب مضاد التهاب معاهم ممكن يكتب مسكن معاهم أي أمكان بقى الطبيب شايفه إنما دي في الآخر مكملات غذائية بتساعد في مراحل العلاج بتاعة الخشونة بتاع الرجبة وبرضو ننبه لحاجة أن فيه ناس برضو بتسألنا طيب إحنا بناخد كالسيوم فيتامين دال العلاج بتاع المكمل الغذائي بتاع الخشونة لو أخذنا عايزين ناخد بقى مالتي فيتامينزي شامل ممكن ناخد مالتي فيتامينزي شامل مع ده في حاجة اسمها إلبي مالتي فيت برضو ده تكملة لهذا الكورس ده حباية واحدة يوميا مفيد بقى للناس اللي عندهم أو اللي عايزين حاجة مالتي فيتامينزي يدينا الفيتامينات الشاملة للشعر بقى للبشرة للمناعة يعني فيتامين يدينا كل حاجة شاملة لأن معظمنا دلوقتي بيأكل جنك فود وحاجات مش وبرضو في نفس الوقت حدش بيهتم بالخضار والفاكهة والكلام ده معظم الستات مثلا اللي بتحتاج حاجة عندها تساقط شعر عندها بشرتها بحتانة مش عارف ايه كل الكلام ده بسبب سوء التغذية اللي بيعاني منه ناس كتير جدا عشان طبيعة الحياة دلوقتي مو زي زمان الناس ما بتاكلش حاجة طبيعية زي زمان فبالتالي بيبقوا يحتاجوا حاجة تكون فيتامينات شاملة فالقلبي مالتيفيت بيدي برضو الفيتامينات الشاملة اللي هو بقى الزينك والبيوتين وفيتامين بي المركب والحاجات اللي الناس بتحتاجها في حباية واحدة طيب احنا اعتقد ان احنا متفقين على ان من ضمن الاسباب الرئيسية لتحميل الوزن على الركبة وبالتالي اصابتها بالتهابات شديدة او حتى خشونة فكرة الوزن الزياد وبقينا بنشوف واخران ان حتى فيه للأسف الشديد في بعض الاحيان حتى اطفال بيعانوا من سمنة المفرطة وبالتالي عندهم نفس المشاكل اللي احنا بتكلم عليها وكاننا بتكلم على الحد عنده 70 سنة وهو يبقى طفل ماكملش 12-13 سنة هل الكورس اللي حديك اشرت ليه ليه اي محازين فيما يتعلق بالفئات العمرية اللي ممكن تتعامل معها هو طبعا ده الكبار اكيد يعني للبالغين مش للاطفال يعني بس يعني ابتدأ من سن كام من فوق 14-15 سنة ما فيش مشكلة يعني طبعا بتاخد زي ما قلنا الجوينت بيكس حبيتين بعد الغداء الكالسيم السيدزيت بيكس بعد الفطار الفيدي بيكس بعد العشاء لو خدنا القلبي مالت فيت البيتاميني الشام اللي يتاخد بعد الفطار ما فيش مشكلة او بعد الغداء مش قصة الفكرة كلها بس ان لو حد عنده بداية قلم يلحق نفسه بالحاجات دي ومع التنظيم الغذائي لو وزنك زايد حساب السعرات انك تعمل اي رياضة لو خفيفة يعني عشان خاطر موضوع الوزن الزايد اكيد حاجة مهمة جدا زي ما ما هتاخد مكملات غذائية تحميك من الهشونة لازم تقلل وزنك با اي شكل من الاشكال انما تقليل الوزن هو عايز ارادة في الاول والاخر وفي نفس الوقت كمان انك تحسب السعرات اللي دخلها جسمك بيفرق جامد جدا موضوع حساب السعرات ده بيفرق جامد جدا طيب برضو من الناس اللي هم اصحاب الوزن الزايد يعني على الاقل نسبة كبيرة منهم مش قليلة بتلاقيهم بالتبعية مصابين بامراض معينة ارتفاع في نسبة السترول ارتفاع في ضغط الدم سكر سكر اكيد طبعا هل اي حد عنده مرض مزمن من اللي انا بقول لحداك عليهم دول فيما يتعارض اي في اي شيء يتعارض ما بينه وما بين المكونات بتاعة الكونات هو احنا دايما بنقول اصحاب الامراض المزمنة ما بياخدوش حاجة غير باستشارة الطبيب بتاعه عشان التعارض لان احنا مش عارفين هو ماشي على دواء ايه بالزبط فاي دواء انت بتاخده الاصحاب الامراض بضغط وسكر استشير الطبيب بتاعك في اي مكمل غزاية ايا كان هذا المكمل هي في الاخر حاجات مش مضرة بس برضو بنقول اصحاب الامراض المزمنة لازم تستشير الطبيب او الصيدالي بالادوية اللي حضرتك بتاخدها او الصيدالي او الطبيب حيشوف الدواء اللي انت بتاخده ايه ويشوف متعارض مع ده ولا مش متعارض اوكي والمفروض المدة الزمنية اللي بعدها نتوقع بداية تحسن ملحوظ في المشكلة هو طبعا على حسب الحالة نفسها بس طبيعي ان الحاجات اللي دي مكملات غزائية بتساعد على الوقاية وبتساعد على العلاج الحاجات دي يعني احنا بنقول الكرس ثلاث شهور مثلا وفيه فريق متخصص اكيد بيرد على الناس من خلال التليفونات اللي ظهرة بيدل الناس برضو يمشوا عليه قد ايه يتابعوا معاهم بيبقى ناس متخصصين بيردوا اه متخصصين بيردوا على الناس بيشوفوا الحالة بتاعتهم دي هتستدعي ياخدوا قد ايه الكرس فده اكيد حيبقى حيساعد الناس في حاجة زي كده وفي الاخر برضو الحالات المتقدمة لازم اكيد المتابعة مع طبيب متخصص على ذكر الحالات يعني حدك اكيد ليك مشاهداتك هل لاحظت مثلا ان فيه فئة عمرية معينة اكتر عرضة للاصابة بخشونة المفاصل من غيرها هل مثلا الرجال اكتر من الستات الستات طوعح اكبر من الشباب يعني ايه ملاحظاتك بهذا هو الستات لسبب الستات اكتر فئة لسبب ان الستات بيحصل عندهم نقص في الكالسيم بسبب الرضاعة بسبب الحامل والرضاعة والكلام ده برضو كمان الستات معظمهم قاعدين في البيت ما بخرجوش في الشمس فببقى عندهم نقص في فيتامين دال الستات معظمهم برضو الحركة قليلة انا بتكلم على معظم السيدات مش السيدات العاملات المعظم السيدات فببقوا قاعدين في البيت واوقات طويلة فبيبقوا عرضة أكتر للوزن الزايد فكل ده بمؤشرات أو أسباب بتخلي الستات أكثر عرضة للكلام ده فبيتلاقي أنت مثلا الرجالة اللي عندهم خشونة الفئتين اللي هم الرياضيين اللي بيرفعوا أسقال أو بلعبوا كورة أو كده بزات الرياضات أو الرجالة بعد سن ما يكبروا في السن إنما بتلاقي للأسف ستات صغيرين وبيعانوا من مشاكل الخشونة يا إما بسبب الوزن الزايد أو بسبب نقص الكالسيوم لذلك إحنا بنقول للستات أنت حامل لازم تتابع مع الطبيب بالنساء من أول يوم في الحمل عشان خاطر يديك الكالسيوم وفيتامين دال والحاجات المهمة الكالسيوم بالذات اللي هيحميك ويحمي عظامك فيما بعد وكمان لطفلك عشان طفلك برضو في نفس الوقت وبناء عظام طفلك أو الجنين بتاعك وبعد الولادة برضو لازم في فترة الرضاعة تستمري على نوع كالسيوم كويس لذلك السي ديزت بكس اللي احنا تكلمنا عنه ده مناسب للحوامل والمرضعات اللي هو كالسيوم اللي تكلمنا عنه فضروري جدا موضوع الكالسيوم للستات وبرضو بالنسبة للستات اللي ما بتخرجش في الشمس لازم فيتامين دال أساسي أساسي يعني دايما الستات كتير بتقول لنا إيه أنا مهما نمت وأخدت رحت في النوم بقوم الصبح تعبانة مرهقة عظمي بيوجعني عضلاتي بتوجعني عندي خمول عندي اكتئاب كل دي أعراض نقص فيتامين دال فعشان كده الفيديو بيكس اللي تكلمنا عنه اللي هو الفيديو بيكس تركيز 2001 وحدة أنا بنصح كل السيدات اعتمدوا على فيتامين دال كويس زي ده الفيتامين دال مفيد للعظام مفيد لنيقل الموضوع الاكتئاب والنرفزة والكلام ده وفي نفس الوقت كمان كويس جدا طبعا لهشاشة العظام والوقاية من هشاشة العظام وكمان معظم الستات اللي بيجي لها دايما أنا عندي تصوط الشعر ومش عارفة سببه إيه بتلاقي مثلا حللت صورة دم عنداش عنامية مفيش عندها اي مشاكل ايه السبب لو حللت فيتامين دال بتلاقي فيتامين دال ناقص معظم الناس كتير برضو من السيدات اللي بياخدوا رحلة محاولة فقدان وزن زايد او بيعملوا رحلة برضو دايما من ضمن الشكاوى السابتة تقريبا الفيتامين دال على فكرة لو هو ناقص بيقلل الحرق بدرجة كبيرة جدا يعني ناس كتير ستات كتير بيبقى عندهم مشكلة ان الوزن سابت ما بنزلش برضو ما بتيجي تحلل فيتامين دال بتلاقي فيتامين دال قليل فيتامين دال مهم للحرق مهم للتوازن الهرمونات في الجسم يعني الهرمونات بتاع الغضة الدرقية هرمون الكورتزول المسبب للتوتر ده مرتبط بنقص فيتامين دال لما بيزيل عشان كده احنا بنقول فيتامين دال لو اخدته بالليل هيحسن جودة النوم لانه بيعمل توازن هرموني وبيقلل الكورتزول اللي هو هرمون التوتر فبالتالي بيخليك هو مش منوم فيتامين دال بس هو بيحسن جودة النوم النوم بيبقى مستريح لما تنام وبرضو في نفس الوقت فيتامين دال حاجة بتزود المناعة بشكل كبير جدا واحنا داخلين او احنا بفاصل الشتاء اه بفاصل الشتاء وكمان في نفس الوقت كمان مفيد للشعر للبشرة للكلام دا كله ومفيد كمان للطاقة والبار يعني انا بقولك انا لما بكون عندي نقص فيتامين دال حتلاقي جسمك دايما مكسر عضلاتك بتوجعك كلام دا كله والخمول والوهن والكلام دا كله فعشان كده الفيدي بيكس اللي هو قلنا عليه ده مفيد جدا للأعراض دي ومفيد للستات ان هما تستعمل نوع فيتامين دال زي الفيدي بيكس احنا بيقول النوع مميز النوع تركيز مناسب حتى من غير تحليل الفين وحدة دولية وحدة يوميا والسيدي زي بيكس الكالسيام دا الصبح والجوينت بيكس لو عندنا أعراض الخشونة بناخد حبيتين جوينت بيكس بعد الغداء يوميا حيساعد على الوقاية وبيساعد كمان في العلاج من الخشونة عظيم هل فيها دكتور مثلا مفاهيم خاطئة عند البعض فيما يتعلق بمسألة خشونة الركب او الركب بصفة خاصة او المفاصل بشكل عام هل فيه سلوكيات خاطئة تستحق ان احنا نصلحها يعني عشان اشرح لحدك اكتر فيه موروز كده عندنا اللي بيعده مشكلة في اي مفصل من المفاصل سواء كان كوع او ركب او كذا بيحس في وجع فمع نفسه كده يحطط روبات ضاغط وكأن الموضوع هيتحل كده دي مش مشكلة بس المشكلة الاكبر اللي هي يعني حتة الرباط الركب البتاع اكيد بتساعد يعني لو استعملت حتى الركبة الجهزة اكيد لا بتفرق طبعا حاجة كويسة انما الممارسات الخاطئة فعلا انك تسرف في المسكنات تسرف في المسكنات يعني مش اي قلم قعد اخد جرعات مسكنات وكرتزون ده في منطقة الخطورة يعني انا بما اني صيدري فباشوف دايما ممارسات خاطئة او تعود من ناس كتير بيبقى غلط جدا ان الناس دايما اي مسكن اي اي ألم لو خفيف يقوم واخد حقنة مسكن مع حقنة كورتزون في سرينجة واحدة منتهى الخطورة منتهى الخطورة وكمان يا ريت مرة وخلاص لا ده ممكن يكررها في اليوم الواحد مرتين فارهوكم بلاش كورتزون الا باشراف الطبيب في حالات معينة هو الطبيب شايفها والاسراف في المسكنات حيدر الكبت بتاعك حيدر الكلا بتاعتك انما احنا اللي كلمنا عنه مكملات غزائية ممكن تبقى تغنيك على المسكنات انا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة نورتنا وقفتنا كالعادة وانشوفك على خير بإذن الله شكرا جزيلا شكرا لحضرتك ويأكيد الشكر موصول لمشاهدي خناة الاهلي في كل مكان خدصة حلقتنا النهاردة بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقة جديدة وعشة صبحة في الآن